اصدر سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرارات وزارية بتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية عن 164 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال شهر يوليو من العام الحالي وأشار سعادة الوزير إلى أن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمسا والمعيشي للمواطنين والتخفيث من الرسوم البلدية على المواطنين وأكد أن هناك تنسيقا مستمرا بين شؤون البلديات وإدارة خدمات شؤون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوزارية